اهلا بكم عزيزينا المشاهدين ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة ريلمي هو الريلمي 13 في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الموبايل تعرف موصباته تعرف ميزاته تعرف عيوبه مش هتخرجوا من الفيديو ده ان لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل خليكم معنا لاخر الفيديو يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله نتكلم على الشاشة فهي من نوع IPS LCD الحجم بتاعها ستة اتنين وسبعين من مية بوصة والدقة بتاعتها الفين ربعمية في الف وتمانين بيكسل كسفت بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة اقصى درجة ستوع للشاشة دي وخمسمية وتمانين شامعة معدل تحديث مية وعشرين هرتز الشاشة كشاشة شاشة كبيرة وكويسة ولكن كان الافضل لو جات شاشة اموليد هنتكلم على التصميم تصميم الموبايل تصميم شيء جدا ووزنه خفيف في الايد لانه وزنه 190 جرام وعندك في مقاومة مية وغبار بشهادة IP64 وهي مقاومة للرزاز المية بس فالتصميم ككل تصميم شيء جدا وما بيش اي اختلاف عنه الموبايل نازل بلونين هو اللون الاخضر واللون البنفسي اما لو هنتكلم على الصوفت وير فهو اندرويد 14 مع وجهة ريلمي UI5 وده احدى الصوفت وير موجود حاليا اما لو هنتكلم على المعالج هو من شركة ميديا تيتك والديمن ستي 6300 ده معالج سومان النواة دقة تصميم بتاعته 6 نانو متر المعالج الرسومي اللي موجود فيه هو المالي G57 MC2 المعالج ده معالج كويس ويسد معك الموبايل نازل عندي بنسختين اول نسخة هي 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام وتاني نسخة هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام وللاسف لو حبيت تركب كارت موموري هتضطر تشيل الشريحة التانية هند البطارية 5000 ميلي امبير مع قدرة شحن 45 وط يعني هتشحن الموبايل ده من سفر لخمسين في المية في تلاتين دقيقة بس اما لو هنتكلم عن القامرات فالقامرة السيلفي هي قامرة واحدة بس 16 ميجا بيجسل فتحة عدس F2.0 وبتصور معك فيديوهات لحد 1080 اما القامرات الخلفية فهم قامرتين الاساسية 50 ميجا بيجسل فتحة عدس F1.8 والقامرة التانية كامرة مساعدة وعندي ايت في القامرات بتانهم الHDR والبانوراما وبتصور معك فيديوهات لحد 2K فالقامرات هنا هتديك اداء كويس الموبايل جاي فيه سماعات ستيريو جاي فيه منفذ 3.5 ميلي بتاع السماعات عندي بالنسبة نظام تحديد المواقع هتلاقي الموبايل هحدد معاك المواقع بشكل كويس لانه هو بيدعم اكتر من امر عندي بيدعم الجي بي اس والجلونس والجاليو والبي دي اس والكيو زد اس اس ودي كلها اقمار صناعية للاسف الموبايل مفوش ال NFC مفوش راديو للناس اللي بتحب الراديو FM معظم المستشارات هتلاقي موجودة في الموبايل ده عندك فيه بصمة على زرار باور عندك فيه فيس اللوك بسعر الموبايل ده كام؟ بسعر الموبايل ده 210 دولار حوما يقابل الرقم ده في عملة بلدك طيب سريعا كده ايه هي اهم عيوب الموبايل ده ايه هي اهم وميزاته ايه هي اهم وميزات الموبايل ده تصميم بتاعه تصميم شيك الشاشة بالرغم ان هي مش املد ولكن شاشة كبيرة احدى السوفت وير موجود معالج كويس ويسد معاك مساحات تخزينية كويسة بتبدأ من 128 جيجا لحد 256 جيجا القاميرات هتديك اداء نوعا ما كويس الموبايل في سماعات ستيريو في منفذ 3.5 ميلي بتاع السماعات بالنسبة لنصاب تحديد المواقع الموبايل هحدد معاك المواقع بشكل كويس جدا عندك فيه بصمة على زرار الباور في فيس اللوك عندك فيه بطارية كويسة جدا 5000 ميلي امبير مع قدرة شحن 45 وط يعني هتشحم معاك الموبايل حد 50% في 30 ديئة بس هم عيوب الموبايل ده مفوش مقاومة كاملة المية والغبار مقرد مقاومة على رزاز المية بس الشاشة مش اموليت لو حبيت تزود المساحة التخزينية لازم تشيلي الشريحة التانية يعني مفوش مكان مخصص ترجيب كارت موموري مفوش NFC كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر فعندين هنا هتلاقي في فيديوهات كتير لمراجعات كتير نتمنى اني اتحوز رضاكم وسلاما